طيب تكلمنا مبارح تحديداً لأ كان أول مبارح تريد ما كنتش معايا كان أول مبارح كنت تكلمت عن الفار والدوري الإنجليزي قلت الخبر اللي كان معايا إن إحنا مش بس الواحدين عندنا مشكلة مع الفار وإن فيه أخطاء تحكمية طبعاً ده معروف في العالم كله فيه أخطاء تحكمية بس بتكون بنسب فيه أخطاء لتقنية الفار بس برضو بتكون لنسب لكن البرسنتج أو النسب بين هنا وهنا يعني حاجة لا تقارن ففي الدوري الإنجليزي برضو كان فيه مشكلة وعرضناه تحديداً في ماتش نيو كاسل وهناك كان الجماهير عندها يعني استياء بشكل كبير جداً قالك تقنية الفار دي مبدئياً بتشيل المتعة من المباراة يعني لما بتبقى موجودة ما بيبقاش فيه متعة دي حاجة الحاجة التانية قالك طب والأخطاء اللي هي بتيجي من وراها أو جراء هذه التقنية اللي حصل تحديداً واللي ده اللي اعترفت بيه بالمناسبة لجنة الحكام إن فيه أخطاء تحكمية فيما يتعلق بتقنية الفار وهنا أنا هتكلم تحديداً عن مباراة نيو كاسل طيب على الصعيد التاني أكد اتحاد مشجيع كرة القدم في إنجلترا إن الجماهير بشكل عام بتبقى غير سعيدة بشأن قرارات تقنية الفار فيه بقى حاجة كمان اتحاد مشجيع كرة القدم أكدها إن استطلاع للرأي كان موجود فيه بيقول أو أصفر عن إن حوالي 95% كريم من 33 ألف مشارك بالاستطلاع ده رأوا إن تقنية الفار بتجعل قرة القدم أقل متعة أو مملة على فكرة أو فعلا يعني أقولك على حاجة فيه كده كور بتدخل تبقى حتى بلغة العين أو بنظرة العين أنت شايفها جول تيجي بعدك يقولك استنى ما تفرحش تعالى نروح نأكد الفار وبعد ما الفار يقول لنا فأيه يعني فهو إيه أنا قمت وقفت مثلا لما الفريق بتاعي جاب جون وبعد كده إيه لا استناني أتأكد إن هي صحيحة ولا لأ إيه ده ملأ استناني دي ما هي بتزود المتعة لا لا أحرام عليك أنا مش شايف أن الفار دوره أو ليه دور في إمتاع المشاهدين من عدم وهو دوره إحقاق الحق ودوره إنه يدي كل واحد حقه ولو فيه كورة مثلا مختلف عليها الحكم ما قيمهاش كما ينبغي المفروض يبقى فيه عندك مرجعية تطمينك وإن أنت واخد حقك يعني اللي ليكي أو اللي عليك فأنا على نفسي مش عارف أربط أول ما بين الفار والتاني يرجع أقول لك طب ما استني لما نشوف الفار هي مش بتزود المتعة يمكن خلني التعبير بس بتزود التشويق فكرة الانتظار وأنت يا طرح هيحصل إيه أنا هرد عليك أولا الفار إذا تم استخدامه بشكل معقول وبشكل سليم فساعتها ممكن الكلام ده يبقى واضح لكن فيه مطشات احنا شفناها ومش هسمي مطشات ومش هسمي فرق على الفكرة ما فيه شكورة كانت بتتلاعب تقريبا أو بتتحسب غير لما سواء يرجع للفار فده مش طبيعي سوء الاستخدام للفار ده أكيد بيؤدي إلى قلة المتعة وعلامات استفهام ده رقم واحد ثاني حاجة البعض بيقول لك لا حتى لو إحنا هنتكلم أن هذه التقنية موجودة علشان تحسم الأمر وفي نفس الوقت بتقلل من الأخطاء التحكمية فهي مش عاملة ده على الأرض على فكرة بدليل أن هي عندنا دي عاملة مشاكل وفي الخارج هم نتكلم عن الدوريات الأوروبية ودوري الإنجليزي برضو عاملة مشاكل باعتراف هنا لجنة الحكام أن الفار عنده مشاكل أو فيه أخطاء تحكمية حصلت ففي الأول وفي الآخر برضو أنت لم تقضي على المشاكل والأخطاء التحكمية بتقنية الفار فهي دي المشكلة يبقى لازم يزبطوها بحيث أن الفار يقدي المهام المنوطة به يعمل الشغل المتوقع منه عشان برضو ثاني نرجع ونقول المبدأ نفسه بتاع إحقاق الحق كل واحد ياخد حقه بس إحنا مش لوحدنا حمد لله مش لوحدنا يا جماعة ده المهم